مشاهدين يا خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم عشان نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة كمان أهم المشاط اللي هتتلاعب في الجولة الـ 34 من الدورة الإنجليزية بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهيتم البدء في صرف الدفع التمنى من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة أكتر من 833 مليون جنيه شهرياً وبيتم صرف في صورة سلع من الحزمة التموينية حتى 30 يونيو 2023 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ده بجانب أيضاً السلع التموينية اللي بتصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليار جنيه شهرياً على بطاقات التموين النهاردة بتواصل الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة تنظيم مسابقة البحوث الاجتماعية على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية والمعاهد بالتعاون مع جامعة حلوان وتنطلق المسابقة بعنوان مفهوم الإدمان وأساره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في المجتمع المصري والنهاردة آخر موعد للتقدم في المسابقة وتلقي الأبحاث النهاردة الهيئة القومية لسكك حديد مصر قررت تعديل تركيب بعض القطارات على خطي القاهرة كفر الشيخ بيالة والعكس وخط القاهرة دمياط والعكس بعربات تلت مكيفة وتهوية ديناميكية النهاردة تنطلق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامعة الأزهر والفروع الخارجية بجميع مراحلها التمهيدية والمتوسطة والتخصصية وبجميع تخصصتها وبيعتبر الالتحاق بالدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية مجاناً ولجميع الأعمار لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراة قوية بإطار الجولة 34 من عمر المسابقة هيلتقي فيها أفرتن مع ليستر سيتي الساعة 10 بالليل